عندما يفاوض حزب الله إلى الرئيس نبيه بر التنسيق حول العهد الجديد فهذا يعني التفاوض في الحقائب وعدد الوزارات وتوزير الحلفاء وقرار التزام حزب الله موقف الرئيس بر يعني أنه يلتزم المشاركة في الحكومة أو المقاطعة تماهياً مع قرار رئيس حركة أمل وبحسب ما أكدته مصادر حزب الله فإن المقاطعة كانت واردة قبل التكليف إنما بعده يتوقف ذلك على تعاون العهد الجديد مع التفاهم الشيعي ومطالبه ما بين حركة أمل وحزب الله التفاهم قائم على كافة الأمور فيما يتعلق بالعهد بشكل عام بآلية الحكم وبالتفاصيل لا يوجد أي نقطة خلاف ما بيننا ومعنا الأخوة في حزب الله الأمور تسير بشكل طبيعي الآن نحن نقشنا شكل الحكومي وعدد وزرائها والأفكار المطروحة وسيتابع هذا الموضوع لا أتخيل أن حزب الله هو في حالة مقاطعة لعهد بالعكس حزب الله هو داعم لعهد الرئيس مشارعون كان له الفضل الأكبر في هذا الوصول وحكما هو سيكون شريك أساسي في هذا العهد وداعم له وداعم في إنجاحه موعد كتلة الوفاء للمقاومة مع الرئيس المكلف سعد الحريري وفق مصادر الكتلة سيقتصر على العموميات وتأكيد أن موضوع التشاور والمفاوضات في يد الرئيس بري من دون التطرق إلى التشكيلة الحكومية وبحسب مصادر الحزب والحركة فإن توزير الحلفاء وتحديدا الوزير سليمان فرنجي سيضمنه الرئيس بري من خلال حقوقه في التمثيل الوزاري حتى الوزير الفرنجي ما بيستفزنا بالآخر صار في مرحلة التنافس صار فيها يمكن محطات ما كانت كتير حلوة ولكن اليوم الرئاسة والتنافس حولها صار ورانا في مرحلة جديدة ليد ممدودة للجميع نحن نتمنى أن تكون كل الأطراف ممثلة في هذا الحكومي ليحقق العهد إجماع وطني على كافة المستويات باب حزب الله مفتوح أمام الخصوم وسياسته ستكون إيجابية على الرغم من تصعيد تيار المستقبل وهو لا يضع أي مطالب تعجزية في تأليف الحكومة والعلاقة بحركة أمل ستبقى متينة وما من خلاف في عدد المقاعد الوزارية فعلى الرغم من مسعى جميع الكتل لإنجاز التأليف ترى مصادر حزب الله أن ليس من السهل أن نشهد ولادة الحكومة سريعا رواند أبو خزام قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر